ونرجع شوية لحاجة شبه المسلم اللي فات كده كل 3-4 طيام مطش يعني انت هتلعب يوم 19 مع المقاولين هتلعب مع غز المحلة 22 هتلعب مع سموحة 25 يعني في اسبوع بتلعب 3 مطشوط الفترة الامسل اذا كنت عايزة احافظ على مستوى الفريق واعلى باللعيبة اللي ممكن شوية ما تكون مخدتش او بعيدة او مخدتش موصلتش التوفور متاحها في الفترة دي يا كابتن خالد الشغل يبقى ايه المتش المقاولين اللي هنرجع اليوم 19 ده مفوش مشكلة لانه حيبقى فيه الفترة الفرقة راجعة فائدة انها مشكلة في مطش المحلة بعد ايه ب3 ايام من هنا ممكن يحصل روتيشن بس روتيشن محسوب في حدود 3 لعيبة مثلا بالزاد في الخط الاربعة المهاجمين اللي بيلعبوا قدام ممكن ان انا اعمل روتيشن تمام بحيث ان اللعيبة ما يجلهاش اجهاد او يتعوروا او يبقى لود عليهم عالي والمتش اللي بعد ايه نفس الكلام يعني الناس اللي لعبت الماتش التاني التلاتة لعيبة اللي انا حطتهم جداد ممكن اشيلهم وارجع التلاتة لعيبة انت بقى عندك وفرة بالزاد في الناحية الهجوم ايه وفرة في كل المراكز بصراحة بس يمكن المنافسة الاصعب في الحتة الى قدام المربع الهجومي اه المربع الهجومي الى قدام ايه ازاي كمدير فني تقدر تحافظ على الحالة المعنوية للعيبة دي وتقدر توجد عندهم الدفع وتقدر وقت ما تحتاجهم تلاقيهم تلاقيهم في اعلى مستواتهم من عشان وقت ما احتاج اي حد الاقيه لازم يكون رجله في الملعب لازم يكون بديله اه وانت مش هم كانت تديهم كلهم مكافة الخالج ما هي حتة الروتيشن اللي في حدود ثلاثة لعيبة في المربع الرباعي الامامي دول لما يحصل لما يكون مثلا ما بين كل ماتش حلعبه وماتش التاني ثلاثة ايام لما غير ثلاثة لعيبة بدي دفع جديد بلعب ناس جديدة بدي دفع ان كل واحد يحافظ على مركزه يعني انت عايز تلعب عايز تلعب وتحط رجلك تبقى اساس الفرقة عايز تلعب وتاخد فرصة حافظ عليها وبين نفسك وزر امكانيات عايب حتة الروتيشن دي يعني ممكن تبقى مطلوبة مع فريق زي الاهل يبلعب بطولات كتيرة جدا ويبعدوا ماتشاط وضغط مباريات متتالية كبير جدا بس شوية بتأثر على فكرة الانسجام وحاك عارف انه التفاهم بين اللعيبة وبين بعض ده واحد من العامل المهمة جدا يعني النهاردة ممكن اقول انه التفاهم بين افشا وشريف عفاء على مستويته لكن التفاهم بين افشا وتاو لسه يدوبك كي جي وان فاهمني حضرتك هيتبني مع مطشاط ومباريات حسام حسن جديد على الفرقة طاهر الشحات كهربا صراح محسن مالعبوش مع مكسوني ومع بيرسي تاو عشان اخلق الانسجام بين المربع الهجومي ده ده محتاج شغل بتير جد طبعا محتاج شغل جديد ومحتاج ما بين يعني ان الناس كلها ما يبقاش مثلا المنافسة في المربع الامامي ما بين تسعة لعيبة لا كده كتير هم اربعة وفي اربعة زيهم يعني في كل مركز يبقى عندي اتنين لعيبة اللي انا شايفهم انا مقتنع ان امكانياتهم اعلى من الباقي هم دول اللي انا اقدر اشتغل عليهم مش اكتر من كده المربع النموذجي من وجهة نظر كابتن خالد لا هو خلاص هو في يعني انا فيه فيه لعيبة هتبقى المنافسة بينهم شديدة جدا وصعبة جدا قدام محمد شريف طبعا ده حاجة راس حربة عشرة عشرة يعني بيرسي تاو وافشة وعمار حمدي واحمد عبدالقادر هادي اربعة وحسين الشحات هادي خمسة في المربع ده حسام حسن انت برضو عايز راس حربة مع محمد شريف راس حربة بمعنى كلمة راس حربة رقم تسع اه رقم تسع حسام اللي هيجيبه برضو الماتشات ماتشات فبردو يعني عشان مين افضل حد يلعب مركز عشرة مع مجدي افشة من وجهة نظر كابتن خالد المركز ده محير جمهور شوية اه ومستنيين على فكرة تشوفوا يعني الناس كلها بتقولك عبدالقادر ناس تقولك لا بيرسي تاو ناس تقولك مكسوني اه مين من وجهة نظر كابتن خالد يلعب الحتة دي مع لو افشة مش موجود لو بتاع بروتيشن اه لو انت لا بيرسي تاو بيرسي تاو بيرسي تاو يعني ما هو يبقى افشة برضو ما هو مخلص هم مال اتنين محمد محمود لو سليم اطب لو سليم طبعا لو سليم وفت طيب هروح مع حضرتك للمنتخب شوية والفترة اللي جاية فترة منتخب مصر كل التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي بيتهالي استعاد جزء من بريقه مع مستر كارلوس كيروش بعد مرحلة صعبة خليني اعلن للناس قايمة المنتخب اللي اختارها مستر كارلوس كيروش وان كان بالنسبة لي انا طبعا نهي مياس مع رأي حضرتك فيها كتير من علامات الاستفهاب في حراسة المرمة نجم النادي الاهلي ونجم حراسة المرمة في مصر كابتن محمد شناوي هيكون معا محمد ابو جبل ومحمد صبحي محمد ابو جبل الزمالك طبعا محمد صبحي من فاركو ومحمود جاد من امبي خط الدفاع اكرم توفيق احمد فتحي احمد حجازي احمد ياسين ده مدافع البنك الاهلي اول مرة بينضم المنتخب ايمان اشرف محمود علاء احمد فتوح محمد حمدي بيراميدز ومعاهم محمود حمدي الوينش خط الوسط عندنا محمد نيني ارسنال انجليزي عندنا حمدي فتحي نجم النادي الاهلي عمر السلية امام عضو